الأهلي هيلعب يوم الجمعة اللي جايه الساعة 4 ونص مع الخسران من مواجهة بكرة إما منشستر سيتي أو قراوا ريدز الياباني الخسران منهم هيلعب مع الأهلي في الدور تحديد المركز السالس من البطولة اللي الأهلي خد المركز ده ثلاث مرات سابقاً أما الكسبان بكرة بعد ما وصل الفريقين خلاص كده كده قراوا لعب ماتش مع ليونو كسب ومنشستر سيتي وصل وتمرن النهاردة وهيلعب بكرة الكسبان منهم هيلعب في النهائي مع فلوميننزي وبما أنه الأقرب يعني أنه منشستر سيتي هو اللي يكسب بكرة رغم أن جوارديولا قال لهم مفيش حاجة مضمونة مشفتوش اليابان اللي هي بيلعب فيها قراوا عمل إيه قدام ألمانيا في كاس العالم فإحنا مفيش حاجة مضمونة لازم نلعب بهدوء ونركز علشان نوصل فبما أنه الأقرب هو منشستر سيتي على الورق يعني وطبقاً للإمكانيات أنه يلعب فلوميننزي هذا المنافس اللي أرهقه الأهلي نهاردة في شوط الأولاني لكنه كان أذكى في التعامل على مجمل المباراة في المباراة كل فنياً وعلى مستوى المهارات أعلى من مهارات لعيبة الأهلي فاستغل ده فكسب هذا المنافس أعتقد أنه سيرهق منشستر سيتي أكتر مما أرهق الأهلي الفريق ده يبقى مرهق جداً لمنشستر سيتي سواء استحوز أو سواء سابل استحواز واعتمد على مرتدات أو على تدرج بالكرة وقت قطع الكرات من منشستر سيتي منشستر سيتي مش بطل من دلوقتي مش بطل من دلوقتي ما تقدرش تقول أن منشستر سيتي هو بطل كأس العالم للأندية كما يقال دائماً على بطل للشامبيونز ليج أول ما بيروح البطولة فلومننزي فريق مهارات عالية جداً وطريقة بناء الهجمات بتاعته واستلام اللعيبة للكرة بكل سلاسة هيصعب جداً المهم على فريق بيب جوارديولا يوم الجمعة في نهاية المسابقة حتى مع عودة كيبن دي بروينا وهو غير مؤكد أنه يشارك في الماتش اللي جاي غير مؤكد لكنه موجود في القيمة والماتش اللي جاي اللي هو بكرة ومش مؤكد كمان يلعب الماتش التعال النهائي لكنه موجود والنهاردة اتمرن تدريبات جامعية لأول مرة من زمن يعني من ساعة مكان عمل الجراحة اللي غيبته طوال هذه الفترة على أي حال إذا الأهلي من جديد حظ أوفر للأهلي عملته مجهود كبير جداً عندنا فعلاً منص التتويج لازم نطلعها ما خدناش المركز الأول ما خدناش التاني يبقى المركز التالت هو أضعف الإيمان وده يوم الجمعة المقبلة بإذن الله في الرابعة والنصف عصراً وبالتالي فيه وقت أكتر للراحة والاستشفاء بعكس مباراة النهاردة تعالوا مع بعض كده نسمع شوية تصريحات من الأطراف المختلفة داخل فريق الكرة في نادي الأهلي ونبدأها بمحمد الشناوي قائد النادي الأهلي نسمع تصريح تصريح الأول نبدأ بمحمد الشناوي قائد النادي الأهلي واللي كان معاه طاهر محمد طاهر البديل اللي النهاردة لاحت لي فرصة بعد نزوله عرضية علي معلول الحياة وجهها كويس جداً لكن لو كانت فيها قوة أكتر رغم سرعة الكرة وهي جايله كانت ممكن تبقى هدف تعادل للنادي الأهلي تعالوا نشوف ماذا قال